عشرات القرى في منطقة الرذوانية المجاورة لمطار بغداد الدولي والواقع ضمن مسؤولية أمانة بغداد تعاني من شحة مياه الشرب رغم أن المنطقة تضم أكثر من مضخة لمياه الإسالة والمواطنون يحملون أمانة العاصمة مسؤولية تلك العمل في تلك المضخات بعد أن طرقوا أبواب الجهات المسؤولة دون تحريك أي ساكن محصور المنطقة بين مجمعين المجمع الأول مجمع مندلي والمجمع الثاني مجمع حسين الصافي المجمع مندلي الضخم إلى منطقة محدولة ويوقف ما يوصلنا والمجمع الثاني يجي من حسين الصافي يصل المي ضخ من قرية المكاسب إلى لما يوصل يما عليه عدة تجاوزات وعانينا وركضنا وردنا نوصل النتيجة ما حصلنا النتيجة ركضنا مرة الأخرى إحنا للأمانة بالواسطات وبالعلاقات مدوا لنا بوري يوم 26 تسعة الفين وتسعة عشر مدوا البوري ثلاثة أيام لغاية يوم تسعة عشر عافوا البوري عن نص وراحوا حد كيلو نص ووقف العمل مهندس ياسر قال العمل الهنان يوقف وظلت البوري على ما هو حال هذا البوري الجديد مدفون بدون حاجة في حين هذا البوري القديم نريد نحن أن نلغيه سرعة جديد والبوري المية وخمسة عشر بوري في يوم ونوضعها إن شالا التجاوزات كل سنة زيد هس ما نقدر نقول لك أسا روح ويمشوا واحد إياك وشوفتش التجاوزات كل عشر مترات ينثق بالبوري منو مسؤول عنها هات ما حد يقول ليش إبراهيم صبار المهندس طلع بطي فتحات هو المهندس هذا نفسه اشتكينا عليه فتحاتك واحد يسوي مويرسالة عليه زرع بيت نجان وباني ومعرفة ما موجود عندنا غير هذا البجر ستشوفون اي هذا هذا مي يجي في صاخة مع المطار قسر مع الطائرات قسر تشحيم لا يرهم المبردة ولا يرهم بيسيقي ومدمرين نحن ولا عندنا مي سجل الزراعة ولا عندنا مي مال شرب تداخل العمل والصلاحيات بين أمانة بغداد والحكومة المحلية قد وضع المنطقة في تحدي صعب لمواجهة المشكلات الخدمية لتتضح الصورة لدى أمانة العاصمة من خلال المتحدث حكيم عبد الزهرة بعد إجراء الاتصال الهاتفي والاستماع لشكوى الأهالي رسالة ماكوة سلامة ولا نهر ولا رسالة احنا لو عندنا مي نهر لو ما يخابط تدفعونا هم نقبل احنا هاي الناس السلوات في كلية هاي على الكاميرا يقبلون الدخولنا ما يخابط مي احنا نصفي احنا نجيب محطات ببيوتنا ونصفي الشغلة مالتنا ام استاد عمار واستاد عدي مدير قسم التنفيذ اي لا اذا انتم من المناطق احنا نزودها بالمي اي لا لا صحيح انت عدت تزودونها بالمي ايه اي لذلك هانا راح تتابح ان شاء الله ان شاء الله ماكو مي وقتوح اجابي المي المنطقة صالة 4 سنوات يحاول اغلب السكان هنا الاستفادة من مياه الانهر الا ان التلوثه الذي تسبب باصابة العديد منهم بامراض جلدية ومعوية دفعهم لشراء المياه بمبالغ مالية عبر تناكر الماء التي تتجول على مدار اليوم في المنطقة من الطبيعي ان تشاهد هذه الخزانات بكثرة في هذه المنطقة فسكان هنا يلجعون لشراء الماء بمبالغ مالية لتعبئتها فلا سبيل امامهم رغم ان المنطقة تحظى بوجود اسالات ماء صالح للشرب الا انه في واقع الحال لا تصل المياه الى معظم المنازل والمواطنون يطالبون امانة العاطمة بالكشف عن اسباب المشكلة الحقيقية من بغداد ندى المرسومي التغيير